لإنهاء جائحة كورونا تعد اللقاحات جزءاً أساسياً من الحل وضرورة وجود نهج منسق لضمان حصول الجميع عليها كانت وما زالت محط اهتمام العالم من هذا المنطلق تأتي آلية كوفاكس المبادرة العالمية الوحيدة التي تعمل مع الحكومات والمصنعين لضمان التوزيع المصنف وتوفير لقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم لكل من البلدان سواء الغنية منها أو الفقيرة لكن الأهداف التي ترمي إليها آلية كوفاكس لا تخلو من صعوبة في التحقق إذ يواجه القائمون بالآلية مجموعة من التحديات تخص ضوابط التصدير في المقام الأول ففرد الدول لشروط على تصدير اللقاحات يمكن أن يتسبب في اضطرابات كبيرة في توزيع اللقاح خاصة في البلدان الفقيرة إلى جانب ذلك يخشى منظم آلية كوفاكس أن تجد بعض الدول صعوبة في حشد الموارد اللازمة لتقسيم الجرعات وتوزيعها في جميع أنحاء أراضيها كما أن الحاجة إلى مزيد من التمويل لتوزيع اللقاحات في أفقر الدول يشكل مصدر قلق دائم للآلية التي تحتاج حسب المنظمين على الأقل لأكثر من ثلاثة ملايير دولار في عام 2021 وكلما تم تحقيق هدف التمويل هذا بشكل أسرع كلما زادت وصول اللقاحات إلى الناس وعلى الرغم من الأدلة الدامغة على أن التطعيم ينقذ الأرواح إلا أن التردد في الحصول على اللقاح ما يزال يمثل مشكلة تحتاج إلى معالجة مستمرة من طرف الآلية ترجمة نانسي قنقر